مسائل فل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج الجدي لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تبقوا من الاعضاء معنا في القناة بمجرد الاشتراك كده ضمنتم ان هتبقوا من الاعضاء المميزين المفاعلين معنا في القناة وعند تفعيل الجرس كده ايضا ضمنتم ان اسبوعيا هيجيلكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد عن توقعات الفلك لموليد برج الجدي موليد برج الجدي قبل ما نقول توقعات الايام اللي جايين عازق اتكلم شوية بس عن اليومين اللي فاتت اليومين اللي فاتت كانت التحركات معاكم تقيلة يعني ايه انتم مبدئيا كده من يوم 13 كان المريخ في البيت المال عندكم كان المريخ دخل في بيت المال مباحد له لذلك ان فيه يعني صعبات كتيرة بدأت تحدث في المال بالاخص بالاخص تحديدا في الاسبوعات السابق بخلال اليومين اللي فاتت تحرك الامر كان في البيت التامن يعني الدينة كانت بايزة التشاقم القلق التوتر العالي الحاجة اللي ما بتمشيش عايز تبقى منعزل كل الحاجات دي طبعية وكلنا مجمعين على مريد برج الجدي ان الموقف ده كانت عندكم اي حد بتابع الفيديو ده هيقول لي اه ده حاصر الكلام ده كان فعل اليومين اللي فاتت لكن اليومين الجايين انت لازم تمهد نفسك ان اللي حصل الفترة دي شفت ديليت امسح يعني ايه فيه تحركات واحدة واحدة كده هنتكلم فيها في الفترة اللي جاية دي دي هتبقى مهمة جدا هتبقى يعني محتاجة اللي انت بالك يزبط مبدئيا لو احنا اتكلمنا على التحرك الامر مبدئيا الامر معاكم من بكرة من بكرة يا موليد برج الجدي الامر هيبقى في البيت التاسع يعني معنا كده ان في حظوص جبيدة جدا هتبدأ تمشي معاكم فمثلا اللي كان مستني نتيجة حاجة معينة اللي كان مقدمة على شيء ان شاء الله الدنيا هتبدأ تثبط نوعا ما طبعا يعني اللي يحصل معاكم كالآتي عشان اساسا المريخ معاكم في البيت التاني وفي نفس الوقت تواجد دلوقتي عطارت في البيت التاسع ففيه افلة يعني فيه افلة يعني انت هتتلاقى مثلا انت طريقة ومشروع مثلا بدأت فيها وماشي فيه ممكن يقبلك عقبة ما توقفكش لا انت لازم هنا تكمل العقبة ده هتظهر لك لو ممكنتش تظهر تريمين اللي فاتت هيظهر لك المرة دي لكن لازم تكمل تكمل في الفكرة اللي كنت ماشي فيها في المشروع اللي انت دخل عليه ايا كانت توجيهات اللي عقلك كان مودية لذلك دي نقطة مهمة جدا ان انت بالنسبة ليه الحظوظ ايضا في الفترة دي هتبقى مهمة جدا من نسبة لك اللي انت تكمل ما ينفعش اليأس او توقف نفسك طيب بالنسبة للتحرك اللي بعد كده وهو ان عطارت هيبقى متواجد معاكم في البيت تالت طيب هل تواجد عطارت في البيت التالت مع تواجد الشمس من النهاردة النهاردة الشمس في البيت التالت يعني احنا نتكلم على حلقة التواصل حلقة الاتصالات يا برج الجدي مهمة جدا في خلال الفترة فيه في خلال الفترة دي بيذن الله هتبقى مهمة جدا ان في حلقة التواصل عندك هيبقى لها هدف يوديك لمراحل جميلة جدا لذلك متوقعا في خلال الفترة هيقابلك الشخص اللي هيريحك الشخص اللي هيجبلك من الاخر الشخص اللي هيبدأ يمشي لك امور استغل الفترة دي سك شوية مش قوي يعني بتبطيكش في حد بتبطيك بتبطيك برج الجدي بتبطيكش في حد بتبطيكش في صوابعك وده صحة في الوقت ده في الزمن ده اه انا معاكم ده وقتكم اللي يعني اللي بتبطيكير ده صحة في الوقت ده يمكن كان من عشرين سنة كنا نقول تبكيلك ده غلط مش لازم عنا من الصقة الزيادة دية يا جدي لكن فعلا انت في الفترة دي فعلا صحيحا اللي لازم مهمة جدا اللي انت بتبطيكش في اي حقت من التقاط اللي هتقابلكو في خلال الفترة اللي انت هتبقى حاسي انت مشغول دايما يعني على طول مشغول حاسي انه مفيش وقت حاسي انه وقت بيطير التقاط دي هتقابلكو جدا اليومين الجايين بس ايضا التقاط دي اللي هو تخليك الانشغال العالي هتقليك بعض التوتر بعض التوتر وفي خلال الفترة دي ممكن يقابلك موريد برج الجلي طيب لهذا الصعيد المالي بالنسبة لأمور المعلقة ده لتأثير اليومين دور ممكن ييجيب طاقات ايجابية يمكن فترات اللي فيك كان فيه صعوبات بالنسبة مثلا عايز تاخد حقك عن طريق مثلا اموال وقفة ولا اي اموال مثلا كانت معطلة هتقدر تصبط اليومين الجايين اه كنتوقف اليومين اللي فاتت هتقدر تشوف ان المعوضاع مادئة تمشي نوعا ما ده بالنسبة مثلا الامور المالية في الخصوص دي طيب بالنسبة ايضا لتحركات التاسع بالنسبة لكم يا موريد برج الجلي مبدئيا انت في اليومين دول هتقول لا انا الصح انا صح ومش هتسمع اي حد يقول لك عكس كده دي مبدئيا الطاقة اللي هتبقى عندك وايضا هتبقى طاقة في محلها يعني طاقة في محلها بص يا جدي الطبيعة جدا ان التمرد في بعض الاوقات بيبقى ليه طريق ايجابي يعني انت مثلا بتتمرد على الوضع الحالي ده مش عدم رضا لا ده التمرد اللي انت عايز توصل لمكانك الطبيعي لذلك التمرد مشروع ليكم خلال الفترة اللي انت عايز توصل لحقك عايز توصل لمكانتك عايز توصل للمكان اللي انت فيه لذلك يا مولد بورج الجدي في معظم الاماكن اذا كنت في علاقة مش منضبطة انزا كنت في شغلانة مش في مكانها اذا كنت في مكان اجتماعي مش حاببت ومتواجدت فيه اذا كنت في منطقة رياضية حاسس انه مش اخد حقك هتعلن تمرد عالي جدا في خلال الفترة لان انت عايز مكانتك عايز مكانك الطبيعي عفوا لذلك الطاقة دي هتبقى ايضا من الطاقات اللي هتبقى مهمة جدا معاكم في خلال الفترة طيب بالنسبة لمثلا اي شخص في خلال الفترة داخل على قرارات مهمة اذا كان مثلا قرار خاص بعمل او قرار مثلا خاص بصفر او قرار خاص ايا كان لا هتاخد القرار لو طب اهو عارفينتوا ليه حتة اهو انا كده وهنفذ اهو فكرة القلق والخوف من اتخاذ كرارات صعبة هيبدأ يقل عندك جدا في خلال الفترة دي مع العلم انت طبعتك دايما بتحط بلان بي وزد لان طبعا الجادي ما بيقاملش حاجة غير لما يكون مفكر لها وبالعكس ممكن الخطة اللي رسمها ممكن تكون خطة انت رسمها عشان تخلص تتنفذ خلال سنين لذلك هدفك هيجي لكن بالتصور البطيئ جدي هدفك تأكد ان هيجي هيجي لك لكن يعني دايما انت هجدي مع كذا برج كده دايما للحلاوة ما ينفعش تجيلكم غير نار لازم هيقابلك منوشات عقوبات وقفات لكن ده ما يوقفكش ما يخوفكش لان ده هيقابلكو جايين العقوبات بس كمل توصل وقفت دعط عشان نبقى صراحة سريعا هنخش على اخر الاسبوع او اخر الشهر بمعنى صح دخلت انت بيتنهد لان عايز اخش على مرحلة تانية مرحلة تانية في اي ان كان امور اذا كان مثلا فوق امور حصة عائلية عايز تاخد مرحلة جديدة او خطوة جديدة بالنسبة للامور العائلية خاصة بامور العمل عايز تشوف لها مرحلة جديدة لو انت مثلا في موضع شهرة سبيل المثال مثلا انت ممثل او انت حاجة مشهورة او طبق مرموقة مثلا هتدور دلوقتي انت استغل العلاقات ان يرفعوك اكتر يعني مثلا حد دلوقتي يوتيوبر دلوقتي مزاج عالة في السماء مثلا هي دي معنى كلمة العلاقات والدنيا دي انت حاول تروج لها تعلم منها هستعمل خطوة جديدة عايز تستغل اللي في قيدك دلوقتي تتكبره طيب بالنسبة اللي انت عندك خاصية الانجاز اللي عايز كل حياة تنجزها في اسرع وقت ويمكن دي النقطة اللي خلي بالك منها تحذير بسيط يا جدي بالنسبة اللي من دول بلاش حاول يعني تأسم اولويات اه اولويات ايه الكلمة دي اللي نقصة كلمة الاولويات هنا حاول تحطها في الاساس قدامك برج الجدي دي هتريحك كتير فوق امور هتقابلكم في الفترات القادمة طيب بالنسبة ليه اللي شغل في اعمال الجماعية ليست فعدية هيقابلكم خلال الفترة يعني استفسازات ممكن يعني تقع مع خص معانيد نوعا ما في بعض الاشكال تضلة هيبنع لو شوش على الحقيقية في بعض الناس اللي انت ممكن فكرت اللي انت تسمحهم لكن مش قادر بعض الناس اللي انت ممكن في بعض الوقات قلت سماح عما سلف حاسس انت مش قادر يا جدي لان الجرح كان كبير لكن بواجه عام بالاخص في خلال الكام يوم اللي جايين دول قبل نهاية الشهر هتبقى التقاط معاك اللي انت توصل للخير لذلك يا مولي برج الجدي توكل على الله في اي قرارات مصرية اي قرارات مهمة ان شاء الله حتى لو كان صفر او تغيير جنسية هجدي ان شاء الله هتيجي بالخير عليكم طيب دي التوقعات اللي متقدمة بقى لكم في خلال اليومين القادمين بناء على اي التوقعات ديت ايه التحركات بقى التحركات بتعلم عشان نكون واضحين الامر طبعا النهاردة اليوم 23 بانتقال الامر من الاسد للعزرق لهم مالة صح البيت التاسع وفي نفس الفترة هيبقى في اكتمال للامر من الغد على البيت التاسع عليكم بعد كالصبع طبعا الامر سينتقل للبيت العشان تزامنا في خلال الفترة دي الشمس وعطارد هيبقى متواجدين على البيت التالت لذلك العلاقات هتبقى في تواهج معاكم في خلال الفترة بعض التحذيرات اللي اساسا بدأت من يوم 13 من دخول المريخ في البيت التاني وهذه هي اهم التحركات وبناء عليها قلنا اهم التوقعات وبكده بوصلنا حلقة النهاردة اتمنى اتنال اعجاب حضراتكم وما ننسوش لحوات النهاردة اجابتكم ومحتوى القناة اعجاب حضراتكم الاشتراك مع تفعيل الجرس اللي هصلكم كل جديد شكرا ومع السلام